هل قدرات البشر متساوية؟ بالتأكيد لا، فنحن نرى هذا في المدرسة والملاعب الرياضية وكافة محافل الحياة فبعض الطلاب يمتازون بتحصيلهم الدراسي أكثر من غيرهم وبعض الفرق الرياضية تكتسح الفرق الرياضية الأخرى ولكن موضوعنا هنا أكبر من ذلك بكثير سنقدم لكم عشرة أشخاص يعيشون بيننا على هذا الكوكب يتمتعون بقدرات جسدية أو عقلية عظيمة تعتبر خارقة للطبيعة 10- ميشيل لوتيتو آكل الحديد هو شخص كان يمتلك مقدرة على أكل وهضم كل شيء بما في ذلك الحديد حيث قام بأكل التلفزيونات والدراجات الهوائية حتى أنه قام بأكل طائرة من طراز سيسنا 150 وقد أثبتت الفحوصات بأنه يمتلك معيدة أكبر من المعيدة البشرية الطبيعية بمرتين وقد ابتلع في حياته ما يقارب تسعة أطنان من الحديد قبل أن يتوفى لأسباب طبيعية 9- ماس أويما لكمة واحدة وموت أكيد ولد المدعو تشوي يونغ أوي في كوريا في بدايات القرن العشرين ولكنه توجه فيما بعد إلى اليابان وأصبح هناك أستاذ كاراتي مشهورا جدا تحت اسم ماس أويما مع الأيام تطورت لدى ماس أويما عادة بمقاتلة الثيران وقتلها بلكماته حيث عرف بقدرته على قتل ثلاث ثيران مرة واحدة باستعمال لكمة لكل منها وقد قتل أويما بجبروته 52 ثورا راحت ضحية لاستعراضاته وقوة لكماته كما كان يقوم باقتلاع قرونها بحركات كاراتيه 8- سكوت فلانسبرغ آلة حاسبة بشرية يمتلك هذا الشخص موهبة خارقة في الحساب لدرجة أنه أطلق عليه الآلة الحاسبة البشرية حيث كان قادرا على الجمع والطرح والقسمة والضرب والتربيع والتكعيب بسرعة لا تصدق وقد كان الأمر الوحيد الذي يعيقه في ذكر الجواب خلال جزء من الثانية هو سرعة النطق البشري 7- مات شاينغانغ الرجل الكهربائي في يوم من الأيام لاحظ ما ضوءا خارج منزله فأسرع إليه ليجد سلكا كهربائيا فأخذ يصلحه ليكتشف أنه لا يتأثر بالكهرباء أبدا لتوضح دراسات طبية عليه أنه قادر على تحمل طاقة كهربائية بمقدار 220 فولت دون أن يصاب بأذى كما أنه كان يقوم بإيصال الكهرباء بحيث استخدم جسمه عدة مرات للوصل ما بين مصدر الكهرباء وآلة كهربائية كالمصباح 6- ويم هوف الرجل الثلجي قد يكون الركض بالثلوج أمرا عاديا ولا يحتاج لمقدرة مذهلة ولكن هذا الشخص كان قادرا على البقاء لساعات طويلة في الثلوج دون ارتداء ملابس أو أحذية وذلك في الدائرة القطبية الشمالية حيث تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر ويم كان يقول بأنه قادر على هذا الشيء لأنه يتحكم بدرجة حرارة جسمه من الداخل وليس من الخارج باستخدام قواه العقلية التي اكتسبها من خلال ممارسته للتومو وهي نوع من اليوغا 5- إيساو ماتشي الساموراي الأسطوري هذا الشخص قادر على إصابة وقطع أي شيء بسيفه من المنتصف حتى لو أطلق نحوه بسرعة 700 كم في الساعة حيث قام عدة مرات بقطع طلقات موجهة بواسطة مسدس دون أن يخطئها ولو حتى مرة واحدة ويقول إيساو حول قدرته بأنه لا يستخدم البصر ولكنه يرسم موقع الأشياء في مخيلته 4- دايف مولينز الرجل السمكة هو غواص بحري من نيوزلندا ويمتلك مقدرة هائلة على البقاء تحت الماء لوقت طويل دون الحاجة لأجهزة تساعده على التنفس وقد قام دايف بالغوص لمسافة 244 مترا تحت الماء خلال أربع دقائق وثانيتين على نفس واحد السر في قدرة دايف هو تدربه على تحريك عضلاته دون وجود أكسجين 3- كيم بيك جوجل البشري 4- لورانس كيم بيك هو شخص ولد بإعاقة عقلية ولكنه يمتلك دماغا واسعا دون وجود رابط بين قسمي الدماغ الأيمن والأيسر وبسبب فشله الطبيعي في تكوين علاقات اجتماعية أصبح هذا الشخص مدمنا على قراءة الكتب حيث كان يقرأ ويحفظ صفحتين من أي كتاب خلال ثوان معدودة كما حفظ هذا الشخص أكثر من 12 ألف كتاب بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين البريدية وكان قادرا على إعطاء الأجوبة لأي سؤال متعلق بالتاريخ أو الجغرافيا أو الدين والتكنولوجيا 2- بن أندروود الرجل الوطواط أصيب بن منذ صغره بسرطان في عينيه مما أدى إلى استئصال العينين حينما بلغ الثالثة من عمره ولكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار حيث طور لنفسه طريقة لرؤية وتخيل العالم من خلال الأصوات حيث كان يصدر صوتا مميزا وسريعا بلسانه بحيث يعرف قرب الأشياء منه تماما كما يفعل الوطواط وتمكن خلال حياته من ممارسة رياضة كرة السلة والتزلج وكرة القدم دون استخدامه للنظر توفى بن بعمر 16 عاما من نفس السرطان الذي أصابه في صغره 1- جون تشانغ الخارق الغامض هو اسم أطلق على أستاذ في رياضة الكيغونغ وقد كان صاحب قدرات خارقة للطبيعة وكان يرفض الوقوف أمام عدسات الكاميرا تماما ورفض اللقاءات الصحفية إلى أن جاء أعوام الثمانينيات حينها قام عدد من الصحفيين بالقدوم عنده بهدف مساعدتهم في شفاء أحد زملائهم وقاموا بوعده بأن لا يرى أي شخص ما يتم تصويره وقام تشانغ حينها بتوجيه الطاقة من جسده حارقا أوراقا بيده بطاقة سماها تشي وعندما علم جون تشانغ بقيام فريق الصحفيين بنشر الفيديو الخاص به اختفى للأبد